فلواحد كن واحدا في واحد أعني سبيل الحق والإيمان أول واجب على العبيد إفراد الله بالتوحيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أو أي يوحدون معرفة العبد ربه بأقسام التوحيد الثلاثة في الربوبية بأفعال الله عز وجل كالخلق والرزق والإحياء والإماتة تجسيد ذلك في نفوس الزائرين والقاصدين وبتوحيد الألوهية وهو إفراد الله بأعمال وأفعال العباد بأن لا يتوجه إلا إلى الله ولا يدعى إلا الله فصل لربك وامحر إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا إياك نعبد وإياك نستعين هذا هو توحيد الله بأفعال العباد وهو توحيد الألوهية وهذا أمر مهم وهو أهم أنواع التوحيد لأن النوع الأول أقر به حتى المشركون كانوا يقرون بأن لا إله إلا الله لكن لا إله معبود بحق إلا الله كانوا يترددون في ذلك ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله لكن توحيد الألوهية في إفراد الله بالعبادة فلواحد كن واحدا في واحد أعني سبيل الحق والإيمان أول واجب على العبيد إفراد الله بالتوحيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أو أي يوحدون كذلك النوع الثالث التوحيد بأسماء الله وصفاته توحيد الله بأسمائه وصفاته بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وكذلك الصفات العلى المشتقة من هذه الأسماء شكرا الكثير من النوع شكرا شكرا